حكما أن الأحلام جاهزة للتحقق أنك تستطيع أن تحققها قل لي فارس في المسلسل من الواضح أن الأستاذ خير بشار كان له تعليمات معاك كمخرج له توجيهات ولا أنت داخل على الشخصية من نفسك أو رؤية المخرج كانت مهمة بالنسبة لك طبعا مهمة أنا أساسا جيت عشان عارف أن أنا عشتغل مع أستاذ خريب شار ده كان من الأهم فعلا دبنا كرامني أننا طرفنا أقعد في التصوير بتاع الليلة في الأعوان وبرضو السيناريو يعجبني أن أنا المدام بتتسل مشاهدين مشاهدين بيقولوا بعض التعليقات أنا أقول لك عليها بعد شوية لا فأنا حبيت قوي أن أنا اتصل بي أنا للأسف كانت اتصل بي قبل كده ما كانش فيه نصيب عشان كان عندي شوهل هناك فلما أبيلنا بعض أنا كنت في المرحلة دي بأعمل فيلم مع صحابي بنفس السيستم اللي احنا صورنا بيها الليلة في الأعمال ديجيتال بالعدسات 35 ميلي اللي بيجيب لك إيه السينما لوك فهنا عملنا كده ليه في النمسا عشان كنا عايزين نقول حتى لو ما عندكش ممكنات كبيرة يعني فلوس كتير ممكن تعمل سينما حلوة ففي الوقت ده قابلنا فأنا حبيته عشان زكا مخرج علمني كتير وزكا صحبي دلوقتي ويعني زي المنتور بتاعي وراني الدنيا هنا مش هزاي واللي أنا بمقود فيه إنه هو بينجس بيخلص يعني بيتصرف فهنا هناك في النمسا وفي الدنيا كلها أنا بحاول أتصرف يعني فهو ستاس في الموضوع بعد إن في حاجة أحب أقولها فارس الحمد لله لغاية اللحظة ديات ما دخلش فيلم إنما يكون ياخد جوائس سواء في المصير سواء في دي جرانتي ده هو الفيلم الأخراني ده سواء في فيلم اي تاني اللي هو او اشتاج بتاع ارمن بتاع بيتر اه اف بيزن بوردن برضو أخذ جائزة يعني كلها جائزة أنا عندي مثلا تعليقات في بعض الناس بيسألوا في فارس انه الانطباع يعني الانطباع عند الناس اه يعني أستاذ محمود فامي بيقول محمود فامي وشأنت قلت أول كلمة قلتها محمود يعني افتح يا محمود فبيقول انطباع اللي عندي عن فارس انه بيقلت حسين فامي هل ده صحيح؟ حسين فامي؟ اه هو ما يعرف شين بالحسين فامي لا عارفه بس ما اللي عمل معي اشتاء اللي عمل معي فاكر عارف حسين فامي عشان الشعر يعني وكان ده والله ايه الاعتماد على الشأ الوسامة يعني حسين فامي ربما مع بداياته كان الاعتماد على الوسامة لكن بعد كده طبعا حسين فامي ممثل بارع يعني استاذ حسين فامي فنان كبير وما يدارش اي واحد ما يدارش يجي جنبه يعني فيه ناس انا بقى شعلت ممثلين كتير قوي وفرجت على تليفزيون وانا صغير ودخلت السينما وانا صغير فتعلمت من الناس دي ومنه طبعا بس انا يعني الاخر يعني بحاول اعمل شغلي انا أستاذ نادية بتقول انه استخدام كلمات باللغة الانجليزية كتير بالاضافة الى استخدام بعض الكلمات العربية المقصرة في المسلسل ممكن يعزلك عن المشاهد المصري لكن هي طبيعة الشخصية كده اعطا انا متشاكل جدا ان مادام عبير سليمان المؤلفة انا اول ما انزلت مصر من حوالي شهر ونص قلت لازم اقابلها اشكرها وممكن اقول لها كمان انا برضو بقى كتب فقلت لها دلوقتي الشخصية عمر هداية دي مكتوبة ان هو عنده مشكلة مع اخوه ان هو بينجز وبيتصرف زي استاذ خاري هو مش قوي على قده فوقت في فاميلي بيزنس معلش هو يعني والاتنين رجال عمال بس عمر هداية بينجز بطريقته وكمال بطريقته تصرفاته مش قوي فقلت لها هل دلوقتي لو نخلي الاتنين دول مثلا مش من امه واحدة هيبقى الشك بينهم اقوى قالت لي والله يفكروا انا بقى سعيد جدا ان ايه قعدت معايا كتير وخدت مني شوية فقلنا طب ما نخلي عمر هداية ده امه المانية المانية قالت لما نخليها نمساوية ونخلص وتقول لا 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 مش للدرجة دي خليه المانية عشان الالمان بحب ينجس ودرس هناك كويس فعمر هداية طول عمره عايش برا كان عايز يبقى دكتور فراح مصر عشان يدرس الطب تعرف على اللي هتبقى مرات اخوه اروى اه ايه ناس بس اللي الدور ده جميل جدا 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 انا عايز اشكرها امه ف بيحصل في البزنس ان ايه بيقع ابوه واخوه بيقعوا البزنس بتاع هداية عائلة هداية فهو سعب الطب عشان ايه ينجس معهم ويكبر البزنس اه فكان مطلوب منه ان يسيب احلامه ويشيل ويشيل الليلة يعني فكان مطلوب ان يجيب شخصية يشيل الليلة اه صح انا بتاع صح صح اه كان مطلوب منه ان يسيب احلامه الطب والدكتورات والكلام ده كله عشان ايه بقى ويشيل الليلة اه ويشيل الليلة تاني ليلتين بقى بس ام مطلوب ان هو بيعرف البزنس بره بينجح ليه بينجح عشان عنده مكتب في المانيا في ابرص في الاردن في بيروت مش عشان مش واحد مصري مش حياف يقوم بالواجب ده لا بنقولش كده يعني طبيعة الشخصية ان هو بيسافر كتير فبيشوف ناس كتير بيعمل زي فارس رحومة بياخد من هنا بياخد من هنا بياخد من هنا بياخد من هنا بس مش هيبقى ده مش هتقع في بنسميها النمطية جايز ما توصلك شوية النمطية اللي هو الادوار المتشابهة انا مش عايز كده مش هتقع في ده يعني نجيب واحد كده معربي مكسر عايز يعني الدور واحد صعيدي ازا دي انا مش حاجة انا نفسي عامل زي احمد زكي اه كده دور واحد صعيدي كده هو ده الواجب ده مطلوب مني دلوقتي ده مطلوب وانا انشاء الله يعني الناس هتساعدني والذات الفانس يعني انا عايز اشكر الفانس يعني عايز اشكر يشجعوني ان انا اجي اكتر هنا واتعلم عربي احسن بس بالنسبة للدور واحنا بمثل الدور دلوقتي اللي عنا اتكرار ما محتاج عمر هداية يكون بالشخصية دي ده انا شايفه ان عبير سليمان جابت من الاخر والحمد لله خدت شوية مني واستاذ خيري بش عرب برضه وقف والشخصية اللبس وازاي بيتعامل مع الناس وانه هو بيتكلم الماني وانجليزي وعربي مكسر بس بيحاول يعني مايتكعبالش قوي بس خواس انك بتقولي ان انتو تقعدوا كده الكاتبة والمخج وممكن يعدلوا حاجات انت تقترحها وفي نقاش يعني مفيش اي حاجة فنية في التلفزيون ولا في السينما بتتعمل لوحدك انا عايز اشكر للتيم عملوا التيم كامل ليه عشان انا دلوقتي عمر هداية مش هيافر يعمل الدوردل لو مفيش مكياج لو مفيش مش عارف اسيستاند زي استاذ ماجد لو مفيش زي ناس بتتشلح حوالي زي رماح مدير الاجتنسي بتاعنا لو مفيش هايفة واهبي بتاخدني بتقول لي خد بس فهم الكلمة دي معناها مش عارف لو مفيش واحد بيساعدني زي استاذ ماندو بيكتب معايا السيناريو لو مفيش انتاج بيحاول يساعدنا حتى لو مهما الموضوع صعب لو مفيش مش عارف يعني مدير تصوير تيم وارك هو يعني اي مجموعة فانا عزيش كل الناس دي عشان غيرهم ولا المسلسل ده ولا اي مسلسل في الدنيا دي كان هيتعني طيب فارس يعني شوية ما بتفكرش تقول لي ما عود بقى في مصر ولا بمعنى انه اذا في بداية مهمة زي دي طويلة يعني لانه المسلسل بيقعد مع الناس تلاتين حلقة يعني ما بتقولش بقى لما عود في مصر ولا هتبقى بين مصر والنمسا او مصر واوروبا يعني شكل كده هامل زي عمر هداية زي مين عمر هداية هسافر هنا هناك وطبعا هفضي يعني وقتي اكتر هنا عشان زي ما قلت حضرتك استاذ زويل انا دلوقتي مطلوب انا بطلب من نفسي ان انا هتكلم عربي احسن عشان اعرف هتمثل ادوار تانية طبعا فانت عايز تقعد تحتك شوية لانك ممكن تؤدي هجيب بقى ديش هتفرج على دريم والكلام ده اه طبعا تقعد شوف العشرة كده تشوف فيها جسف ونعوش واجفان ومشاكل وازمات في كل محفظات نصر لما هتيأس من حياتك ان شاء الله وحتقول ايلي جابني مشيني الليلة ولا ليلتين بقى ولا تلاتة